مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة سبعة وعشرون سنشتغل على الصرف والتحويل الفعل وأزمينته الجزء الأول أقرأ وأستخرج الجمل المفيدة لنفى الجمل المفيدة دائما ما تنتهي بالنقطة فأدي كلها جملة مفيدة ثم جملة أخرى مفيدة ولما ركب الحصان سألته إلى أين يجدي أيضا هذه جملة مفيدة إلى أين يجدي أيضا حتى النقطة كذلك هذه كلها أيضا جملة مفيدة خذ هذا المفتاح يا عمار وأغلق الإصطابل أيضا هذه جملة مفيدة قلت ومتى ستعود هذه أيضا جملة مفيدة قال إلى النقطة هذه جملة مفيدة فودعته إلى النقطة متى لبس الجد الجلباب بالرجوع إلى النصف فقد لبس الجلباب بالأمس إذن بالأمس بالأمس متى تنظم القرية المهرجان ومتى سيعود الجد فقال غدا إذن غدا تنظم القرية مهرجان إذن غدا ومتى سيعود الجد خذ هذا المفتاح قلت ومتى ستعود قال سوف أعود بعد غد إذن بعد بعد غد سيعود بعد غد إذن سيعود بعد غد ثم ثانيا أملأ الجدول من النص أحداث وقعت بالأمس إذن الجلباب لبس الجد الجلباب لبس الجد الجلباب بالأمس ركب الحصان لئما بالأمس وضع على رأسه عمامة صفراء وضع وضع عمامة صفراء وضع على رأسه عمامة صفراء أغلق الباب أغلق الباب أحداث تقع الآن أو غدا إما الآن أو لغدا إذن غدا تنظم القرية مهرجانا تتسابق فيه الخيول تنظم القرية مهرجانا تتسابق فيه الخيول والجميع ينتظر هناك خد هذا المفتاح يا عمر وأغلق الإصطبل خد هذا المفتاح وأغلق الإصطبل إذن أغلق الإصطبل الحداث وقع كيه ضرع للحاضر أغلق الإصطبل خد المفتاح خد هذا المفتاح فهو كيه ضرع للحاضر فقلت ومتى ستعود يا جدي قال سوف أعود بعد غدين إذن هذا الحدث سيقع بعد غدين وليس الغد أو للآن في ماذا تشترك الأحداث الأربعة الأولى إذن في الأحداث الأربعة الأولى لبي سلج الدلج الباب ركب الحصان وضع العمامة أغلق الباب فهي تشترك أنها وقعت بالأمس أي وقعت في الماضي إذن وقعت وقعت الأحداث الأربعة الأولى وقعت في الماضي وقعت الأحداث الأربعة الأولى في الماضي ثم في ماذا تشترك الأحداث الأربعة الأخيرة ثم الأحداث الأربعة الأخيرة فتشترك فتشترك تشترك في أنها إما حدثت في الحاضر أو ستحدث في المستقبل قلنا قلنا أنها حدثت حدثت في الحاضر أو ستحدث أو ستحدث في المستقبل لأحداث الأربعة الأخيرة فتشترك أنها حدثت في الحاضر إما وقعت الآن أو لا ستوقع في المستقبل استخرج الأحداث التي أمر الجد بها عمر نحن أريد أن نستخرج الأحداث التي أمر أمر الجد بها عمر نحن نقطة ونرجع للنص ولما ركب الحصان سألته إلى أين يا جدي فقال غدا تنظم القرية مرجانا تتسابق فيه الخيول والجميع ينتظر هناك خذ هذا المفتاح لأن أمره أن يأخذ المفتاح خذ خذ هذا المفتاح خذ هذا المفتاح أغلق الإستابل أغلق الإستابل قلت ومتى ستعود قال سوف أعود بعد غدين بحول الله فودعته خائلا إذن إلى نهاية النص الأحداث التي أمر جد بها عمر قلنا خذ هذا المفتاح أغلق الإستابل كيف أميز المضارح من الماضي لن رابعا أميز أميز الماضي عن المضارح نجر نقطتان إذن فالماضي يدل على ما حدث في زمن فائد الماضي يدل كيدل على ما حدث الماضي يدل على ما حدث في زمن في زمن فائد في زمن فائد الماضي يدل على ما حدث في زمن فائد والمضارع والمضارع يدل ومضارع يدل على ما يحدث في الحاضر أو ما سيحدث في المستقبل والمضارع يدل والمضارع يدل على على ما يحدث على ما يحدث في الحاضر والمضارع يدل على ما يحدث في الحاضر أو ما سيحدث في المستقبل أو ما سيحدث في المستقبل المضارع يدل على ما يحدث في المستقبل في حين الماضي يدل على ما حدث في زمنين فائتين أي ما يحدث أمثل أستنتجه الحدث الذي وقع منذ قليل أو بالأمس أو قبله يسمى الفعل الماضي أما الفعل المضارع الحدث الذي يقع الآن أو سيقع بعد لحظاتين أو غدا أو بعده كي يتم المضارع بالأمس رسمت زهرة ذهبنا إلى الشاطئ الأسبوع الماضي خرجتم إلى الساحة منذ فترة الماضي لا يقبل حرف سوف ولا حرف سأ في أوله مستقبل ثم غدا أيضا المستقبل في المضارع يقبل سوف وحرف السين في أوله أكتب سأكتب أعود سوف أعود هذا هو الفرق مبيل الماضي والمضارع الحدث الذي نأمر به غيرنا يسمى فعل الأمر افتح باب القسم خذي كتابا إلعبوا في هدوء إذن فهذه أفعال كان أمره بها كان أمره خذ هذا المفتاح ثم أمره أيضا أغلق الإصطاب فالأمر كما رأينا فهو يدل على طلب الفعل في الحاضر أو المستقبل يدل على طلب الفعل في الحاضر أو المستقبل أملأ الجدول بالأفعال خرجوا يلعبونا أكتب يخرجوا أرسموا تبحثينا أخرج خذ ثم ملعب لعبة كان خرج فهو في الماضي خرج خرج يلعبونا في المضارع يلعبونا أكتب أكتب أمر أرسم أرسم رسم اللي هو في الماضي إذن أرسم في المضارع أرسم سوف أرسم تبحثينا سوف تبحثينا ستبحثينا إذن تبحثينا مضارع تبحثينا أخرج أمر خذ أمر أيضا ملعبونا لعبة فهو فعل ماضي إذن خرج لعبة يلعبونا مضارع ثم يخرجوا أيضا يخرجوا أكتب نهج مضارع أرسم أيضا مضارع تبحثين مضارع أخرج خذ أكتب فكلها أفعل في الأمر لأن الأمر كما قلنا يدل على طلب الفعل في الحاضر أو المستقبل وبهذا ننهي تماري صفحة 27 نلتقي في صفحة 28 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع التي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو في الرجع للبليليست إلى اللقاء